العقود تفكيكا وتركيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع العقود تفكيكا وتركيبا إذن دعونا نبدأ ونستكشف معا أستكشف لكل طفل عشرة أصابع باليدين وعشرة أصابع بالرجلين أحسب عدد أصابع كل طفل عدد أصابع كل طفل تساوي أصابع اليدين مع أصابع الرجلين عشرة مع عشرة يساوي عشرين العدد الجملي لأصابع كل الأطفال عشرون مع عشرون مع عشرون مع عشرون يساوي ثمانين إصبعان أتدرب أولاً أحسب ثم ألون مستعيناً بالمثال عشرة مع عشرون يساوي ثلاثين عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون ستون مع عشرون سبعون ثمانون تسعون عشرة 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 عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون ثانياً أتم الجدول تسعون 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 سفر أحد وتسع عشرات عشرون مع ثلاثون مع أربعون سبعون سفر أحد وأربع عشرات ستون تسعون 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 سفر أحد وتسع عشرات عشرون مع ثلاثون مع أربعون سبعون سبعون سفر أحد وسبع عشرات عشرة مع عشرون مع أربعون 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 سفر أحد وأربعة عشرات عشرة مع عشرة مع عشرون ستون ستون سفر أحد وسبع عشرات عشرون مع عشرون مع عشرون أوظف أحسب العدد الجملي للأقراص بطريقتين مختلفتين الطريقة الأولى الطريقة الأولى ثلاثون مع عشرون مع ثلاثون ثلاثون مع ثلاثون يساوي ستين عشرون مع ستون يساوي ثمانين ثمانون هو عدد الأقراص الجملي الطريقة الثانية ثلاثون مع عشرون مع ثلاثون عشرون مع ثلاثون يساوي خمسين ثلاثون مع خمسون يساوي ثمانين هكذا نكون قد قمنا بحساب العدد الجملي للأقراص بطريقتين مختلفتين أقيم أعمر الجدول بالاعتماد على جدول بيتاغور للجمع سنقوم بتعمير الجدول التالي عشرون مع عشر يساوي ثلاثين عشرون مع ثلاثون يساوي خمسين عشرون مع خمسون يساوي سبعين عشر مع عشر يساوي عشرين عشر مع ثلاثون يساوي أربعين عشر مع خمسون يساوي ستين أربعون مع عشرة يساوي خمسين أربعون مع ثلاثون يساوي سبعين أربعون مع خمسون يساوي تسعين أكتب العقد الذي لم يظهر في الجدول لمعرفة العقد الذي لم يظهر في الجدول سنقوم باسترجاع العقود مع بعضنا ثم نبحث عن العقد المفقود عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون ثمانون هو العقد الذي لم يظهر في الجدول